بما انه السنة دي مسلسلة رمضان يغلب عليها العمد ما بين حضرة العمدة و جافر العمدة انا في حاجتين بقى بخصوص جافر العمدة ما تعالف انا مالا مرة كلمت على جافر العمدة بصة سيدي اولا انا لسه متكلمتش على هلا صدقي نجمة رمضان السنة دي في رأيي نجمة رمضان نجمة رمضان يعني نجمة كل رمضان هلا صدقي مش نجمة مسلسل محمد رمضان مش نجمة جعفر العمر هالا صدقي نجمة رمضان ومش هقولك بقى أصلى العودة بقوة لا هالا صدقي عندها قدرة غريبة جدا أنا كنت مثلا يعني فينها خلص بودوا أنا أصغر لكن أنا أتذكر كويس قوي حسن أرابيسك دور هالا صدقي في حسن أرابيسك كانت توليفة اللي ما بين ميلو دراما وكوميديا مزهلة هالا صدقي برضو خد بالك في جعفر العمدة بتقدم لنا نفس المعادلة أو نفس التركيبة أو نفس التفاعل الكيميائي لو حبيت تقول عليه كده يعني إنه بتقدم لك في هذا المسلسل خفة ظل حقيقية جانوين زي ما بيتقال وفي نفس الوقت ما شاهدها اللي هي مفعمة بالإنسانية مشاهد الأم مشاهد مثلا اللي متعلقة بالانكسار لما حصل إن ابنها الضرب قدام عينيها فنان الرائع الجميل بالموزم أحمد فهيم دي هلا صدقي لو شخصية سيد وأنا اتكلمت على سيد بقى لأننا حبيته قوي قوي الممثل يعني مش بس شخصية سيد دخلت قلوبنا جميعا بس الفنان فاهيم نفسه أحمد فاهيم نفسه رائع 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 يعني فإعادة الاكتشاف دي بتبقى رائع بالمناسبة بيبقى كده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى فهلا صدقي الحقيقة نجمة نجوم رمضان بامتياز